موسيقى مساء الخير مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة منهي الشو من صوت بيروت انترناشنال وصفحة بيروت سيتي على الفيسبوك من بعد اعتذار الشيخ سعد الحريري اللاعب الأساسي قرر نادر وأساء الحكومات السابقين أنه يفوت بداله لاعب الاحتياط لكان جاهز وناطر على البانش نجيب مئاته مع أنه مئاته بالزمنات عامل كتير فولات بالصحة السياسية اللبنانية بس نقوه بركة لأنه أطول وممكن يرد بلوكات بسيل وعون بسرعة البرق مستفيدا من فرق الطول بينه وبين فخامة الرئيس لما يحكم مع بعض صوت رئيس الجمهورية ممكن يخبط بصدر رئيس الوزراء وبيصير النقاش بالبلد هل لازم الرئيس يطلع عند رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء ينزل عند الرئيس يعني بوينت جارد عم بيلعب دوت سنتر صانع ألعاب عم بيلعب دوت سنتر بس الفرق أنه صانع الألعاب صار عامل كذا بلوك شوت بعهده عامل بلوك شوت للخطيب مش فادي سمير الخطيب رجع كمل عمصطفى أديب والأسبوع الماضي طرقوا بلوك شوت لسعد الحريري جاب أجله ومن بعد اجتماع نادروا أساء الحكومات قرروا أنه يسموا نجيب مئاته لينقذ البلد وهون بيّن ضو بس مش بآخر النفق المظلم مثل مثلا النفق سليم اسلام ضوى راس أمام اسلام يتولى مؤسئولية عامة وبما يشمل تطبيق أحكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق وذلك لكشف الانحرافات ضوى راس تمام اسلام وسمالنا المئاته وإن شاء الله بكنا ما يضوى راس الشعب اللبناني وهيك عينت الاستشارات الاستشارات الشكلية اللي كان معروف مسبقا أنه رح تقدي لتسمية مئاتي على راس الحكومة الجديدة مكلفا بس مش أكيد يكون مؤلفا نتيجة الاستشارات ما كانت الشي الجديد الشي الجديد هو وجوه بعض النواب ليصر للانتخابات الثلاثة السنين قاطعة وبعده ما حدا بيعرفون فالدستور والقانون كفيلان بحماية لبنان وشكرا يعطيكم ألف عافية إذن كنا مع تصريح النائب جورج عدوان والنائب شو اسمه النائب؟ قلتل قادي دمر بس ما بنعرف أداسر للانتخابات داخلة بس ناشط الهايئة هالنائب مهم أننا نتوقف عند نقطة عم تتكرر كل مرة ويلي هي متعلقة بعملية ولادة الحكومة بس فيه كان النائب مصطفى الحسيني كان وقف حم إذن بيقاتي 72 سوطا طيب لا لحظة لحظة فادي اختلطت الأمور عليك النائب مصطفى الحسيني هو نائب بتكتل تكتل الوطن يلي هو يضم فريد هيكل الخازن توني فرنجية نهار الاستشارات ظهر شي جديد ظهر نواب ما حدا عم بيعرفهم طيب علقولون نامتاج أو خيطولون اسمهم على البدلة على فكرة هولي الوحيدين اللي زمتوا لما صارت الناس تقول كلهم يعني كلهم لأنه هولي حتى لو كانوا بنص المظاهرة ما حدا رح ينتبه وهيك على قاعدة شكلك مش غريب بس مش عم بتذكر من وين بعرفك اتعامل الإعلام مع بعض النواب اللي مش عاملين شي من 3 سنين لدرجة ما حدا عم بيعرفهم الاول جان دامير جيان ما حدا بيعرفه والتاني مصطفى حسين بكتلة بسيل فكرون مصطفى الحسينة اللي بكتلة فريد الخازين واستغربوا ليواقف حد بسيل وهيدا الالتباس قدى لعدم معرفة الأصوات المكلفة لمئات بين 72 أو 73 الاستشارات النيبية صارت على قاعدة لحس الكلام يعني كل شي حكيناه بالماضي منتراجع عنه كأنه شيئا لم يكن أكيد لأنه ما في ناس بتحسبنا انتبهوا واتطلعوا فيه منية الأحس الكلام والتراجع بلش بسعد الحريري اللي أصر من أسبوعين بمقابلته التليفزيونية الشهيرة مع مريم الاسلام إنه اسم ناجيب نيقاتي غير رئيس نحنا 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 مش حنسمي نحك مش حتسموك كتلة مصدفات إذا بدك موقف سعد الحريري اليوم مش حسمي ونحنا مش حنوقف ونعطل البلد بس ما بتسمو بس بتشيركو ندعى لشو نشاركو كيف بدك مصدفة حكومة بلاي دا المكونة بنرجع على نفس الأزمة ما حدا يطلب منه يسمي ما رح يسمي من الآخر قوعة كلا ولن لم أبدا ما رح يسمي الزلمي أخد قراره وما في شي بيغير لرأيه ما رح يسمي وما رح يشارك قراره حيرضل زي ما هو ما رح يسمي يعني ما رح يسمي خبرت فخامة الرئيس إنه وسمي الرئيس مئاتي وسمات الرئيس مئاتي على أساس إنه آآ يتابع المسار اللي اتفقنا عليه ببات الوسط شفتو كيف شفتو ليسا عد الحريري شفتو ليسا عودة بتراجع مستمر من الألفان وخمسة لليوم لأنه ضعيف لك كتير ضعيف ولا مرة عامل موقف وضل عليه لك ولا مرة لك ما في مرة بقول جمهوره خي هالمرة عامل رجال إلا ما بيرجعوا بلك وبيقبل بالأمر الواقع مش إنه هيك لما انحكى أنه الدول الداعمة لساعد الحريري تخليت عنه انحكى أنه تخليت عنه لأنه خاصم غير متوازن وشاريك غير متوازن يعني لما بده يخاصم منه قده ولما بده يشارك بيقبل بالفتفيت يا سعد يا سعد يا سعد قوي حالك شد اللي إجريك حاجة تضل هيك يا رخو ومدر كيف يا قية لحس الكلام والتراجع موقف عند سعد الحريري كمل أيضاً وأيضاً عند حزب الله اللي من أول الأزمة بيخبرنا عن حصار أماركي وغربي على لبنان وأنه سبب الإنهيار منه من وراء الفاسدين اللي هو قاعد معهن بالحكومات على القليل من 2006 لليوم بل بسبب حصار أماركا الشيطان الأكبر وحلفاء علينا حلفاء أي الخليج العربي هالحصار اللي مانع عنا الوقود والدولار والخبز والأدوية طيب بنقوم نحنا بالاستشارات حتى ما بنمتنع بالعكس بنسمي المرشح اللي أجمعت عليه دول الحصار أماركا وفرنسا تمنينا لدولته التوفيق ونتمنى عليكم الآن أن نكتفي بهذا المقدار من الكلام وشكراً أنا بصراحة عمري 43 سنة هذه أول مرة بشوف الحج محمد رعد هالقد مبسوط ومبين سنينه عم يضحك هالقد مبسوط يا حاج بتسمية مئاته طيب ما وان عنا وين الحصار والصمود ومواجهة الحصار الغربي الغاشم هيك دغري دغري منسمي مرشح الحصار طيب ما قلولنا من الأول أنه أفضل السبل هو التسوية مع الحصار وباليها قصة الصمود والزراعة والنومي على البلكون ما باليها ما من الأول كنا عملنا ومازال رايحين انتوا لتسوية مع الحصار ليه ما وفرتوا علينا سنة ونص وعملتوا وقت حسان دياب كنتوا وفرتوا علينا كل هالفترة الانهيار بس لا أبدا بتاتا وقتا اللي صار من حزب الله وتسمية مئاته ما له علاقة لا بالتسوية لا له علاقة بالحصار له علاقة بالمشكل العضوي الموجود بتركيبة حزب الله حزب الله اللي بدك تحتل واشنطن بقوة الصلاح بيروح وممكن كتير يعمله وممكن كتير ينجح لأنه بنيته وتكوينه معمولين ليحلوا المشاكل بالزند بس تعاقله واجهة أزمة اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومأزغ سياسة للأسف حزب الله منه معمول لهيدا الشيء ومش انهاك مبين التخبط من سنتان لليوم ومش انهاك مبين العجز عن معالجة الأزمة قدام جمهوره ومعه بيقدر يخبيه وانا برأيي حزب الله يتوق للعودة الى فترة ما قبل الالفان وخمسة اللي كان فيها رفيق الحريري عامل الفورميل اللي بتخلي حزب الله بمال والدولة بمال بدون ما تحمل وزر اي اداء او اي ارتباط لحزب الله للدولة ساعتها اذا ما في انقاذ للبنان بلى الخليج والسعودية وهيك مبين يصطف له منه للدولة الحزب مخصه ومش انهاك ما تستغربه اذا حزب الله بالانتخابات النيبية يسعى جاهدا لكي يخسر الاكسرية ليشيل مسئولية الانقاذ عنه قدام جمهوره قبل جمهور اي حزب اخر التراجع ولحس الكلام كفة مع التيار الاكثر مساومة على المبادئ والاكثر تراجعا عن المواقف كرمي المناصب او ما يسمى بالتيار الوطن الحر اولا تكلف مئاتي غصبا عنهم حسب كلام جبران باسي يعني انتهت برحلة التكليف واتكلف دولة الرئيس مئاتي وهيدا من دون موفقتنا ومن دون تسميتنا وهيدا دليل اضافي على انه نحنا مننا الاكترية بالمجلس النيابي ولم نكن يوما ولا حتى نحنا جزء من الاكترية الموشودة بالمجلس النيابي او باي حكومة انشئت وهيدا واحد من قمتي الكتير لا يا صديقي لا يا صديقي هيدا منو دليل انه انتو مش اكترية او جزء من اكترية هيدا دليل انه انتو ما بتعرفوا تشتغلوا سياسة لا انت ولا عمك من التسعين لليوم ما بتعرفوا تشتغلوا سياسة تسعة الشهر تسعة الشهر تعطلوا تقليف الحريرة وانتو مش عارفين مش عارفين انو موازين القوة ما راح تجيب الا حدا متل سعد الحريرة اذا ما بتعرفوا بتكونوا ما بتعرفوا تشتغلوا سياسة اذا انتو مش ضامنين موقف حلفائكن ولا عم تقروا الاشارات الاقليمية بتكونوا فشلة مش اقلية انتو مش اكترية خمسين وزير خمسين وزير هيدا اكبر عدد لحيالله طيار او حيالله حزب لبنان من 2008 لليوم خمسين وزير ورئيس جمهورية ومدركة منايب ومش اكترية وتعينات وموظفين وقضاة ومش اكترية لك انتو بالذات محتفلين سنة 2011 انو ابعدتو الحريري عن الحكم وان وي تيكت وحكمتو لحالكن لك انتو بذاتكن محتفلين بالانتخابات 2018 انو ربحتو الاكترية حسب الانون اللي انتو جبتو ربحتونا جميلة فيه وصراحة صالكن حاكمين البلد من قابل باضي لحالكن عبر المجلس الاعلى للدفاع لانو حكومة حسان دياب مستقيلة والمجلس الاعلى لدي فيها بيجتمع وبياخد قرارات لازم الحكومة تاخدها كل هيدا وحسين حالكن اقلية وما عم تقدروا تحكموه طيب استقيلوا يا خيه من رئيس الجمهورية لدوبكن استقيلوا هيدا المعارضة من الداخل موجودة بس بدماجكن ما في مننا بالعالم ما في شي اسمه معارضة من الداخل فيها حكم يا معارضة هيدا معارضة بالداخل انتو اقتردوا وبعدين هلأ هلأ فقتوا ع خيار نواف سلام طيب ما كان في مومنتوم وقت الثورة وقت استقال الحريرين لنواف سلام رحتوا للمشت حسان دياب وحملتونا سنتان انهيار هو المين بيعوضون السياسة يا ابني يا جوجو ما بيطلع له فرصة تانية السياسة ما بيطلع له فرصة تانية فكيف بفرصة ثالثة ورابعة ومية لا يا حبيبي المهم تكلف المئاتي وبلش الهجوم الاستباقي اول شي من التيار وتحديدا من الو تي في قلنا ننطر الحكومة وحلول السحرية والانقاذ اللي واعديننا فيه فعلا رح يصير وجاي سوبرمان ايه طبعا طبعا مهم بس ببعض القضايا نعرف مثلا مين بيكون وزير دفاع مين بيكون وزير داخلي وعننا تجارب مع نجيب مئاتي غير مطمئة تبشر ايه شادي المولوي بسلم عليكم وبيقلكم صباح الخير بس خلينا نذكر انه بحكومة نجيب مئاتي دخلت نيترات الامونيوم بس نيترات الامونيوم مكفة هو كان طلب بالحياد وفاتوا هالنازحين السوريين وفتح لهم البويب وعدوا بس حتى نعرف مين نجيب مئاتي لا لا صحيح يعني بيقولوا لك الرجل يحوز على ثقة خارجية والدول بدية صحيح بس بفتكر انه اليوم رئيس الحظومة مية بالمية بده اثنان لازم يحوز على السقة الداخلية والثقة الخارجية ويفتكر معنا جيب مئاتي موجودة بس الثقة الخارجية ايوة تكلف غسمن عنين وبلش الردح احنا قلنا خلص الطيار بوقفه مبدأي وبلش الهجوم على نجيب مئاتي بلش الردح من الو تي في بده الرئيس ردع داخلي وخارجي ومئاتي ما عنده داخلي عنده بس خارجية طب شو وضع بابا الكل والدعم الخارجي عنده شي منو؟ او بس بيستقبل سيزار ابو خليل وسفير نيكا رجوة احدى دول القرار ممم؟ ما وقفت على الو تي في الردح ما وقف على الو تي في والهجوم ما وقف على الو تي في شكل الطيار اخذ موقف مبدئي من نجيب مئاته ومن تكليف نجيب مئاته مبلش الموقف الرسمي يكون عدائي باتجاه نجيب مئاته تويتات عمد عينك والنظر مع نجيب كيف بدنا نجيب محاسبة وقصص على تويتر وخاصة تصريح حكمة ديب على التليفزيون اولا بعد كل اللي صار انه نرجع الى يعني كما بقوله تعود حليمي لعدة القديمة مع شخص يعني مجرب واللي بيجرب المجرب بكون عقله مخرب بكل بساطة استاذ مارون الرئيس ميقاتي فيه شبهة عليه بمسألة الاسراء الغير مشروع فيه شبهة عليه بعدة مواضيع هل سيقبل الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني ونحن منهم بشخص عنده هذه الارتكابات اذا برجع ال 500 دولار لتأسيس الخط الخليوي ونحن بأمس الحاجة لكل دولار هلأ الناس عم بتصرخ من الجوع ومن عدم إنكانية شراء دواء وغيره إذا برجع ال 500 دولار لتأسيس هذا الخط اللي يعني أخذ خلافا من القانون استفتر رأي العام الرأي العام مبارح حقام ومقعد على موضوع تكليف الرئيس مئاتي سوشال ميديا جاي من عندك يا حكمات كما بقولوا يعني اليوم انت بدك تكافح الفساد بدك تجيب رمز يعني يعطيك سكرة وهو رمز يعطيك أمل رغم كل الإشاعات اللي طلعت عليها دعون يلي ما أسبك ولا خلال قضائي فيها لليوم خليه الناس بتحكم يا نقولا حبيبي ما بتحكم لما بتزد مشاعها لعنا بتصدق بالنسبة طيب ما هو حق حكمات ديب شخص عليه شبهات ودعاوي خاصة بالفساد ما فيك تجيبه رئيس حكومة مكافحة الفساد والتطريق الجنائي ما لازم حدا يعلي الصوت فوقا ما لاش يمكن احنا منختلف مع حكمات ديب بالسياسة بس بهيدي النقطة ما هو حق فيها بس يا حكمة بك تنتبه انه خلص التكليف وبلشت مفوضات التكليف وهنيك حكي تاني وقد أجرى ميقاتي سلسلة من اللقاءات السياسية في الساعات الماضية كان أبرزها عشاء جمعه في منزله مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليلة أمس السبت كما زاره المستشار الرئاسي سليم جريصاتي موفدا من رئيس الجمهورية وعلمت الجديد أن كل من باسيل وجريصاتي طالب ميقاتي بوزارة الداخلية الأمر الذي رفضه الرئيس المستعد للتكليف من بعد التكليف بلشت المفاوضات على التقليف بين العفاف الانضاف بالطيار والفاسد ميقاتي على وزارة الداخلية ووقت المفاوضات يا حكمته يا غيره من النواب أنتو تخاثوا خالص تيجي تقلتلك التصريح طلب منه الوزير باسيلي وقفوا التصريح لا بكرة عبكرة هو كان المفروض يطل معنا كمان اليوم عضو تكتو لبنان القوي النائب أدجار معلوف نعم على أساس هيك اتفقت أنا وياه فبدأ قللي مبارح بقللي أنه بعتزير لأنه صار فيه قرار أنه عدم الإدلاق بتصريحات شفتوا لحظ المواقف والتراجع كيف بيكون ميقاتي بيكون فاسد قبل وقت المفاوضات وبس تبلش المفاوضات مناخد خطوة إلى الورق إذا عطانا الداخلية بيصير عسلامته ولبنان هيك مركب شو بنعمل ومشبورين نعيش سوا وإذا ما عطانا بيرجع فاسد والويل والثبور وانتبه هادي المطالب كل اللي عم تسمعوها من داخلية وغيرها هادي كله مع أنه الطيار ما رح يشارك بس شو بنعمل هادي حصة الرئيس ما في جنة عنا عشان في كتير فرق بين حصة الرئيس وحصة الطيار مش أنه حصة قلبه مقصومة شو هيك ما بيعطينا الداخلية وكيف بنزبط النتائج نحنا ونخسر هيك بكل بساطة لأن نزلت شعبتنا بالشارع المسيحي يا حبيب ما تخاف ليش بدك وزر الداخلية تضبط النتائج ما مثل ما عم بيحكوا على الو تي في انتوا ربحنين مش عايزين وزارة داخلية تساعدكم في الانتخابات النيابية سوف يكون هناك ردة فعل على المظلومية التي وقعت بهم هني لأنه ما في واحد ما تبهدل وطلعين جرح حرب أنا بيعتبرونه جرح إعلام الجو العوني الجو العوني سوف يكون هناك ردة فعل رهيبة على الظلم اللي تعرضوا له هل فيك تقل لي حزب واحد جماعة وحدة تاريخيا تعرضت للمظلومية وانتهت؟ كل من تعرض للمظلومية بدءا بالمظلوم الأول بالوجود هو يسوع المسيح هذه المظلومية شوف وين أنتجت شوف ماذا أنتجت شوف كلمه كيف استمر أما المظلومية اليوم على حجم صغير أكيد حزبيا أمام قدسية مظلومية المسيح بلا شو بدون ياخدوا حقوق المسيحية أما أخذوا المسيح مظلومية التيار متل مظلومية المسيح بفرد مرة وكلام التيار رح يستمر متل كلام المسيح في عيد الشر بلا تقل لي كمان رح يعملوا عهد قديم وعهد جديد من التيار بلا يعني هلأ المغارة العملاء اللي عم بحطوها على العيد بأسر بعبدة ممكن تكون مش بس ديكور ممكن تكون مظبوطة عفكرة عفكرة مش بس التيار بهايدي المفاوضات لحس كلامه بس أنا نقول مئاتي كمان لحس منيح أول دخوله شمعة أكتر من طوله الرئيس جمهورية ما بيصير يكون طرف رئيس العماد ميشيل العون بما كان عماد ميشيل العون بالرابي وقتا كان رئيس بعد الدوحة قالوا في ثلاثة وزراء بيقول الرئيس جمهورية عنده تصريح صحافي بيقول فيه أنه ما بيصير رئيس جمهورية يكون عنده ثلاثة وزراء هيدا خلل كتير كبير أنه رئيس جمهورية يكون عنده وزراء هلأ 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 شو عم بيصير اختلاط أنه رئيس جمهورية ما بيصير عنده وزراء لكن أنتوا عم تاكل الحق المسيحي العدد المسيحي بقى هو نفسه والعدد المسلمين بقى نفسه بتوازن بالحكومة وبالتالي رئيس جمهورية هو رئيس إذا انعرض أمر إلى مجلس وزراء وواحد من وزراء والثلاثة الوزراء تبعين رئيس جمهورية صوتوا ضد هذا المشروع والمشروع فاز يعني ما أنت رئيس جمهورية صاد يعني إذا رئيس جمهورية ممثل بالحكومة بعدد من الوزراء وراحت الحكومة عمل السنواب ولم تأخذ ثقة يعني ما في ثقة برئيس جمهورية ما بيصير رئيس جمهورية حط حالوها المواضيع أحا هيدا كلامك بشباط الباضي رئيس الجمهورية ممنوع يطلع له حصة ما لازم دستوريا يطلع له حصة بلشنا تنزلات وتفاوضات وتراجع يا نجيب يا محلى سعد يعني يا محلى سعد إذا هيدا إذا هيدا مش قادر له إذا إنك تمنع حصة الرئيس مش قادر له كيف بدك تقدر لمطالب كتلة التحرير والتنمية أو التنمية والتحرير ومن ثم انتقلنا من هناك إلى الأشياء الأساسية التي نريدها من دولته أن يقوم بها الأولى الإسراع قدر الإمكان في عملية التشكيل قيام مجلس نواب خارج القيد الطائفي إذا أمكن وإذا لم يمكن ذلك وقيام مجلس شيوخ استقلالية القضاء من الضروريات اللامركزية الإدارية إلغاء الطائفية السياسية ويعطى الأولوية لتفجير الانفجار الذي صار في المرفأ لكي يطلع الناس على الأسباب الحقيقية وراء هذا الانفجار طلبنا له التوفيق بمسعيه هيدولي مطالب لرئيس حكومي مكلف أو للمارد تبع الفانوس هل هو الزلمي طويل بس مش أنه منه المارد تبع الفانوس السحري منه بابا نوال يعني بعد فيه السلام العالمي وحل مشكلة الاحتباس الحراري بطلبتوها منه نحن بعدين لحظة ككتلة انتوا ككتلة قدي سهركم بالمجلس ليه ما زبط معكم ولا شيء من الليستا ما تكونوا انتوا جايد سالكم أربعين سنة بالحكم هلأ بشهر بدوا يعمل كل هولي طلبتوهم هلأ للأمانين احنا كمواطنين عندنا مطالب اكتر بكتير او اسهل بكتير اسهل بكتير من مجلس شيوخ والغاة طائفية ولا مركزية ادارية نحن ازا بدكن بدنا كهنبة بدنا بنزين بدنا مي بدنا يزبط سعر الصرف بدنا هيك اشياء سخيفة بس ازا بس ازا بس ازا الطبقة السياسية ما قدر تأمن هيدي الاشياء اللي بتنعاد سنة 2021 سخيفة رح تقدر تأمن هولي اللي عم تسألوه عنهم انترنت امنوا لها انترنت يا خيب انا انترنت ولا ليك شا هيصير موضوع التقنين هل فعلا ممكن نوصل للمحال يصير فيه تقنين انترنت متل الكهرباء ستليال عم بيصير التقنين اساسا لما بيسنترال متل ما كنا عم نحكي مع الاساس كميل انه بيعكر لما وقفت لمولدات وقف الخدمة يقفت ساعتين يعني اذا بدك هذا تقنين فرسي عم نضطر له بس نحن مبدأ او سياسة التقنين لن تعتمد بهاية اجارة لن تعتمد لن نحتاج ولن اقبل باني حط سياسة تقنين وانطلب مني هذا الشيء اسبوع الماضي قلت لا طلب نك رايدية من هيئة اجارة تقنين الانترنت هيدا اللي كان ناقص وافي منها شو تقنين الانترنت شو بنعمل داونلود لفيلم البورنو من الستة الاثماني مرجع من وقت نتنين للتسعة مرجع من نكمل للتسعة للعشرة وبكرة اخدوا على تعليق على واي فاي الجيران بين بعضهم شو بتقولولي شفتوا المطالب بدنا بس شوية انترنت بدنا انترنت 24 24 هايدي مطالبنا بس بدي لكم بنهاية هذه الحلقة ان انا راح نغيب بشهر قاب فرصة السنوية لبرنامي الشو نرجع بقوائل شهر قيلول بالزيادة كان لهيدا الموسم منحبكم كتير وان شالله بهيدا الشهر يتغير لبنان ومن بعد شهر قاب نحكي باشيه ايجابيه عن لبنان مع انه بشك يلا بالزيادة لليوم سيو بايلول باي اشتركوا في القناة